اشتركوا في القناة التي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي في المملكة العربية السعودية من مقاررات مهمة لتعزيز العمل الخليجي المشترك كما يعد مخالفة صريحة لمبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي هذا استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الحادثة التي اعتبروها تتنافى مع ما ساد أجواء قمة مجلس التعاون من حسن النوايا لحل الأزمة القطرية مشيرين إلى أن ما قامت به السلطات القطرية بعد أيام قليلة فقط من قمة مجلس التعاون لا يعكس رغبة جادة لطي صفحة الماضي ويؤكد أن السلطات القطرية مستمرة في نهجها العدائي ضد شعب البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر